موضوع Human Factors Engineering حقيقة مهم جدا في مجالات كتيرة ومنها مجال تصميم الأكهزة الطبية وطبعا أهميته بتيجي من أن هو بياخد في الاعتبار المواصفات بتاعة الإنسان في تصميم المكنة وإمكانيات الإنسان في تصميم مكنة وإمكانياته وقدراته حتى يبقى في الآخر الاستعمال بتاعها يبقى بالنسبة له يبقى أسهل ما يمكن أولا ويبقى بالنسبة للبيشنط يبقى السافة الممكن الحقيقة يعني من الحاجات الأساسية جدا أنه لازم يبقى فيها عندنا knowledge للهيومان فاكسو انجينيرين علشان نقدر نصمم جهاز بشكل يكون كفء والحقيقة يعني فيها عندنا نقدر نتكلم على حاجة بيكون عليها general principles أو حاجة اسمها rules of thumb يعني الحاجات الأساسيات خالص اللي هي الناس متفقة عليها وaccross the board وما بيقاش فيها اختلافات وبعد كده بنتكلم على specific principles بقى أو specific يعني guidelines لحاجات محددة دي بنتكلم عليها لوحديها وممكن تبقى دي موجودة في حاجات ومش موجودة في حاجات بس general principles مفروض إنها in general تبقى موجودة في أي جهاز طبي والحقيقة الخبرة في الأجهزة الطبية أوضحة إن احنا الأطباء والمستخدمة الأجهزة الطبية عموما ممكن إنهم يقبلوا بعض عيوب الـ user interface بتاعه مثلا جهاز طبي بشرط إنه يعني يكون ما بيعاقهمش على إنهم يعملوا الحاجة الأساسية اللي بيعملوها بالمكانة يعني لو مثلا أنا بفروض أنا بعمل مثلا بـ defibrillator function معينة لو أنا مثلا defibrillator دوت الـ user interface بتاع معقد زيادة بس بيسمح لي still اللي أنا أعمل فانكشناليتي اللي أنا عايزها يعني بطريقة مناسبة أو ما بتاعوخنيش الحاجات الـ complicated الموجودة في دي إن أنا لو عايز أعمل فانكشن اللي أنا بقول عليها أساسية بالنسبة للجهاز ده بطريقة ما فيهاش أي عاقة يبقى معنى كده إن أنا ممكن أقبلها وأتعايش مع الـ user interface اللي هو مش مش في user friendly دوت إنما لو أنا بتكلم بقى على إن ممكن يبقى فيه عندي حاجة يعني يبقى فيها complication وcomplication دي تخلي إن أنا استعمالي لي في الحاجات الأساسية والحاجات الضرورية والحاجات في الـ critical care يبقى فيه مشكلة لا ده ممكن ساعتها يبقى في عندي مشكلة إن أنا ممكن أرفض إيه استعمال الجهاز ده أصلا الحقيقة ممكن إحنا نعتبر إن إحنا ما عندناش أجهزة كتيرة الحقيقة نقدر نقول على الـ user interface بتاعها إن هو perfect actually perfect دي ما افتكرش إن فيه أي جهاز نقدر نقول عليهم إن هو perfect بس عمتا ممكن إحنا نقول إن عمتا كل الأجهزة بيكسروا واحدة أو أكتر من القواعد اللي هي بتاعت تصميم الأجهزة الطبية أو بتاعت الـ human factors engineering بس ما ينفعش إن أنا أكتر قواعد من القواعد الأساسية يعني يعني بتبقى فيه خطورة لما أنا أبتدي أتكلم على إن أنا الجهاز بتاعي دوت في واحدة من الـ general principles دي أنا مش بحققها أو أكتر أوكي فلازم نأخذ في اعتبارنا الجزء بتاع general principles ده قبل ما نبتدي إن إحنا نخش في التفاصيل أي حاجة بنعملها في التصميم بتاع الأجهزة الطبية الحقيقة بنتكلم على لو أنا عندي violation للـ principles دي ممكن تخلي الجهاز بتاعي حاجتين ممكن تخليه unsafe ممكن تخليه unusable unsafe معنى إن أنا وأنا باستعمله أفتكر أنا باستعمله صح بس actual يكون باستعمله غلط وده يسبب خطورة على المريض أو unusable معنى إن أنا مبقاش عارف أشغاله أصلاً أوكي فمثال على كده مثلا لو أنا عندي جهاز بيعرض لي معلومات بطريقة سريعة يبقى معنى كده أنا مش هستقبل المعلومة دي علشان أتصرف بناء عليها في التريتمت مثلا بتاع مريض أو إن أنا مقدرش إن أنا أشغل الجهاز بالشكل المناسب نتيجة إن هو كان بيقول لي المفروض أعمل حاجة وأنا ما عملتهاش مثلا نتيجة إن الـ warning ده طلق لي بسرعة واختفى وما بقيتش عارفه وكان عاوز إيه أو مثلا إن النتيجة يطلع فيها خطأ والخطأ ده برضو يطلع عليه warning مثلا أو يطلع عليه error message مثلا أو الحاجة والerror message دي ما تستمرش بحيث إن أنا ما أخدش بالي منها ففي حاجات كتيرة بالشكل ده كده أو برضو من الحاجات برضو لازم ناخد بنا منها قوي في الأجهزة الطبية بالذات إن الـ environment بتاعت الأجهزة الطبية في المستشفيات ما بتسمحش إن الأطباء والهيئة المعاونة في المستشفى إن هم هيقعدوا يقروا المانيول كلمة كلمة قبل ما يستعملوا الجهاز الناس متعويضة إن جهاز defibrillator بيعمل كذا يبقى خلاص يبقى بيعمل كذا جهاز الـ ECG بيعمل كذا يبقى مفروض بيعمل كذا ومفروض إن هو يعني كل واحد من الأطباء ومن الممردين ومن الـ user زعمتها بطول الأجهزة الطبية اللي في المستشفيات متوقعين إن يبقى فيه أساسيات موجودة في كل الأجهزة اللي من نوع معين فما ينفعش إن أنا مثلا أجي أكثر مثلا بعض القواعد اللي الناس متعرفة عليها في جهاز معين ويعني بدافع إن أنا بطور ويجي الدكتور في الآخر يجي بيبص على الجهاز ما يبقاش عارف أصلا شغاله إزاي فدي طبعا حاجات مهمة جدا ما ينفعش إن أنا أسيوم إن أنا هعمل حاجة جديدة وإن الدكتور هيتعلمها وهيقدر يستعملها بالشكل المزبوط لازم إن أنا بشكل ما أخلي الحاجة دي intuitive وشبع الحاجات الموجودة قبل كده والفنكشناليتز الأساسية تبقى واضحة إزاي استعمالها بحيث إن الدكتور يقدر يقعد على المكناة من غير ما يقرأ المانيو الخاص يقدر إن هو على الأقل ما يعملش ضرر للعيان برضو حاجة مهمة جدا إن إحنا يعني الديزاينرز عموما لازم يبصوا أول حاجة على high level design principles أو general principles عموما يعني high level design principles دي الأساسيات basic دي الأساس اللي حنا بنبني عليه المكناة بتاعتنا لو أنا دلوقتي فرضا بنيت الأساس ده غلط لو الأساس ده كان فيه خطأ أوكي ما لهاش معنى بقنا أنا refine في الحاجات اللي فوق يعني لو أنا يعني دلوقتي ما أعملش الأساس مزبوط كل حاجة بعد كده مهما كانت refined عمرها ما هتديني جهاز يبقى safe ويبقى usable فلازم أخد بالي كويس قوي إن الديزاين principles اللي بسميها high level design principles أو general design principles لازم تبقى متحققها ولازم يبقى فيه justification جامد جدا 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 لو مش حققها otherwise يبقى أنا كده بجهز الجهاز بتاعي دوت إن هو يفشل سواء يفشل من حيث إن الـ users مش يقبلوه أو يفشل من حيث إن هو ممكن هو يسبب حوادث وبالتالي في الآخر الناس مش هتقبل إن هي تستعمله بعد كده أول واحدة من الـ high level design principles دي هي إن إحنا we have to seek user inputs يعني إيه توسيك user input؟ يعني أنا لازم باسيكلي اليوزر بتاعي الجهاز دوت لازم يبقى معي من الأول خالص ومعي كتير يعني لازم أينفولف اليوزر early and often يعني لازم الراجل يستعمل الجهاز ده في كل خطوة من خطوة بتاعة الجهاز لما عمل early prototype ولما عمل مثلا الـ secondary prototype والغاية لما اوصل في الآخر اوصل للـ pre-release prototype لازم يبقى معي حد من الناس اللي بيستعملهم أو الناس اللي بيستعملوا الجهاز دوت ويقول لي الـ comments بتاعته على الشكل بتاع الـ user interface وطريقة التعامل بين الـ user والجهاز دوت بحيث إن أنا أميك شور إن أنا أخد comments بتاعتي في الاعتبار كما بتاعته في الاعتبار والوقت التاني الحاجة التانية برضو اللي علاقة بالـ user input ودي طبعا هيتكلم عليها برضو بتفاصيل اكتر شوية بعد كده نحن نريفاين الـ designs بتاعتنا based على usability testing يعني ما ينفعش مثلا أنا أجيب engineers أوكي اللي هما بيصمموا المكناة وخليهم يعودوا هما يجربوا المكناة ويقولوا اه ده كويسة بننفع نستعملها كويس وهكذا الانجينير بيبص للجهاز بشكل مختلف عن الدكتور وعن الممرد وعن التكنيشن بتاع المستشفى لازم اجيب الناس اللي هما ثعلا هيستعملوا الجهاز واعمل wide usability testing يعني احط الجهاز في environment almost بتسيميولات الحاجة اللي موجودة في المستشفى او في الـ environment اللي هشغل فيها الجهاز ده وبعد كده اخد feedback من الـ users اللي هما الـ actual users اللي بعد كده هيستعملوا الجهاز بتاعي دوت وبناءنا على كده refine design ده بيزع على كده طبعا في امثلة كتير الحقيقة منهم مثلا بعض الاجهزة مثلا يعني كانت تصممت في مصر هنا وكانت تددت في الاول خالص بـ user interface شكله زي بتاع الـ windows ويندوز user interface اكني بعمل software for windows فطبعا الاطباء مش متعودين على كده اطباء مش متعودين ان هو الجهاز مثلا كان جهاز موجودة فوساطية متعودين له شكل user interface معين لما بجيب له شكل user interface مختلف تماما دكتور بيتوه في الـ user interface ده فالحقيقة لازم ان الـ users تبقى involved في الـ process بتاعت الـ design من الاول خالص وما ينفعش ان انا افضل اصمم الجهاز لغاية الاخر خالص وبعد كده اعرضوا على الـ users لا ده لازم من الاول خالص ان انا احط الـ users دول في الاعتبار وخليهم involved في الـ specifications بتاعت الجهاز من الاول خالص وفي كل خطوة من خطوات الـ implementation بتاع الـ specifications دي في الـ design الـ general principle الثاني او الـ high level principle الثاني انه هو we have to establish design priorities يعني لازم نحن الـ design بتاعنا بتاع الجهاز ده مش لازم هو يبقى ماشي كده وخلاص لا لازم يكون عنده priorities محددة جدا لازم تكون موجودة ولازم انا بفولو الـ priorities دي اا اول واحدة في الـ establishing design priorities دي we have to keep it simple we have to keep it simple دي معناها ان احنا دلوقتي يعني ممكن الناس ستخيل ان انا لو حطيت في الجهاز بتاعي الف feature او ميت feature اوكي ده يبقى احسن ويبقى بالنسبة للماركتينج بتاعي يبقى احسن وبالنسبة للدكتور هيبقى مبسوط بالحاجات دي في الحقيقة لا الحقيقة ما هياش كده لو انا جبت لحد جهاز فيه اا مثلا اا ميت option كويس وعشان اجيب واحدة من الميت option دي لازم اخش جوا مينيو جوا مينيو جوا مينيو جوا مينيو جوا مينيو على طول مباشرة بابسط طريقة ممكنة وبقيت الحاجات التانية اللي هي ممكن اقول عليها ان هي اا يعني اضافات اوكي هو عادة ما بيكونش عاوز ان هي تبقى بتعوقه في ان هو يعمل function system بتاعت الجهاز فبنتكلم على ان احنا لما بنعمل مثلا جهاز علشان يبقى يشغاله مثلا طبيب في وضع معين يسحسن انا customize جهاز بتاعي ده للطبيب اللي في الوضع ده بالذات يعني بدل ما حط جهاز كبير في كل ال options واخلي بقى الدكتور اختار من بينها لا انا ممكن اعمل جهازين من نفس التكنولوجيين اوكي جهاز يبقى بيستعمل في ال application البسيط خالص اللي هو دكتور محتاج بس الحاجة الاساسية وجهاز تاني بقى للناس اللي هما researchers اللي بيعملوا حاجة تعتبر بقى ايه متخصصة جدا او في مستشفيات جامعية او في research centers او حاجات زي كده ممكن ساعتها تستعمل فمنلاقي مثلا بعض الحاجات اللي امثلة ممكن للاقي مثلا جهاز ultrasound صغير بالشكل ده كده وجهاز ultrasound كبير اوي كده في options كتيرة جدا جدا الجهاز الصغير ده ممكن ينفع في حاجات مثلا زي احطه مثلا في عربية اسعاف وممكن ان انا اجري مثلا روح في حتة او الدكتور مثلا او في حتة rural areas يعني مناطق نائية ممكن هو ياخد الجهاز ده بسهولة وتنقل بين مكان لمكان الجهاز ده فيه options اكتر بكتير جدا من الجهاز ده بس الجهاز ده ده مش مهمول عشان كده ما ينفعش ان انا هستعمله عشان كده لازم احطه ده في مكان كبير ولازم مكان يبقى فيه research يعني scientist مثلا ولا حاجة بيشتعل عليها عشان يعمل حاجة معينة او عشان الكشفات المتخصصة جدا نقدر نستعمل حاجة زي كده انما لو انا خليت اليوزر اللي محتاج حاجة حد يعني جهاز صغير زي كده عارضت عليك جهاز ده جهاز ده بالنسبة لي مش هبقى كويس فيعني we have to keep things simple لازم نحن نسيمبليفاي الديزاين بتاعنا او اليوزر انتفيس بتاعنا بين الجهاز وبين الطبيب او بين الجهاز وبين التكنيشن بحيس في الاخر الاستعمال بتاعه الاساسي يبقى بسيط جدا بالنسبة للايه بالنسبة للطبيب وما يبقاش في اي حاجة تعقوق الدكتور هو بيعمل الوظيفة بتاعته الحاجة التانية ان احنا برضو we have to ensure safe use يعني احنا دلوقتي بسطنا الدنيا بقت الدنيا شكلها بسيط safe use ده معناها ان انا ما ينفعش ان انا اعمل حاجة اعمل تصميم للجهاز والتصميم للجهاز ده يبقى فيه مشكلة من ناحية السيفتي ما ينفعش مسلا ان انا بسط حاجة والتبسيط ده يبقى انا تكتو ان فيه جزء من السيفتي بريكوشنز او السيفتي جايدلاينز او سيفتي اه ريستريكشنز بتاع استعمال الجهاز تبقى مش متحققها السيفتي برضو بتكلم على ان انا اه لو مسلا اه يعني بعمل حاجة علشان اه مسلا اه يعني تشتغل في في معينة وفرضا مسلا في حاجة حصلت في الجهاز نفسه اوكي لازم بشكل ما الجهاز لازم بشكل ما يعني يديني اه يعني اه في اليوزر انترافيز بتاعه معلومات كافية عشان تقول لي ازاي استعمله بطريقة اه سليمة وازاي لو في عنده مشكلة انا او في عنده حاجة نقصة مسلا في الاستعمال بتاعه لازم يقول لي عليها علشان اقدر ان انا اصلحها وفي كل الاحوال اه في الاستعمال بتاع الجهاز ما يبقاش في حاجة يعني ممكن تعمل خطورة على المريض او تعمل مشكلة الا لازم اتأكد من الدكتور ان هي هذه هي فعلا قده علشان اتأكد نرف المريض بتاع الجهاز ده تبقى متحقا في الحاجة التانية اللي هو السنتش قومينيكورن الانشورنج السنتش قومينيكورن pissي scale. بدكون الكومينيكورن بين ايهーん بين الجهاز وبين الطبيب. يعني بتكلم علي دلوقتي الجهاز عنده مشكلة او الجهاز應 يطلع رسالة للدكتور او عايص على تشخيص للدكتور او عايص على مثلا اه حاجة معين عايز الجهاز يعملها. لازم الكلام ده الحقيقة يبقى لازم يبقى الموضوع ده بشكل واضح ما يبقاش فيه اي لابس خالص. يعني في بعض رأي كذا الحقيقة بتاعها بيبقى معقد كفاية ان هو يخلي الدكتور ما يبقاش فاهم ايه اللي طالع له. اوكي? فالكلام ده مفروض ان هو حاجة مش صحة خالص. لازم الكميونيكيشن دي تبقى كلها يعني واضحة وكلها يعني اي حد يقدر يبص عليها واي حد يقدر ان هو يعني في اثناء بقى الانفارمنت اللي هي عادة بتبقى فيها لخبطة جامدة بتاعة الشغل بتاع الاطباء يعني يقدر برضو ان هو يكابشر الجهاز بيقوله ايه? ويقدر ياخد منه المعلومة اللي تساعده عشان يعمل التشخيص الصحيح او يعمل الاكشن الصحيح في التريتنو بتاع العيان. الحاجة اللي بعد كده we have to anticipate device failures. يعني اي جهاز في الدنيا لازم هيفيل? يعني ما ما ينفعش ان انا توقع ان الجهاز بتاعي ده مش هيبوز ابدا. هي النقطة ان انا الانتيسيباشن ده مش بتكلم عن ان الدكتور يانتيسيبات لا بتكلم عن الديزاينر ان هو يانتيسيبات. فباسيك لازم الديزاينر وهو بيصمم الجهاز ده يبقى شايفي الاجزاء الكريتيكال اللي فيه اللي ممكن ان هي تفيل ويا اما يعمل لها عشان ما يحصلهاش فيلير او يعمل لها لها فيل سيف استراتيجي كده او ان هي باسيك لما يحصلها فيلير تقدر هي تكومينيكات الفيلير ده بشكل افكتف مع افكتف مع الدكتور بحيس ان هو يعرف ان الفيلير ده حصل وما يستعملش الجهاز اللي فيه ديبايس فيلير دوت فيه ان هو يعمل حاجة ممكن ان هي تضر المريض فدي حاجة مهمة جدا الديزاينر لازم يحططها في اعتباره ان هو لازم يبقى هو نفس الجهاز بتاعه في حاجة زي سيف دياجنوستيك كده يعني بحيس ان هو يقدر ان هو يدياجنوز اذا كان هو الجهاز نفسه فيه مشكلة ان هو يش بيشتغل بطريقة سليمة ويكومينيكات الكلام ده بمنطقة الوضوح بالنسبة للايه بالنسبة للطبيب اللي هو بيشتغل او لليوزر بتاع الجهاز اللي بيشتغل بالجهاز ده واحدة من الامثال اللي على كده مسلا لو فرضا انا عندي الواحدة من الموجودة في المسلا حصلها مشكلة اوكي لازم ان انا كومينيكات المعلومة دي بمنطقة الوضوح ومش بس كده اكشوري انا لازم امنع الجهاز ان هو يشتغل علشان ما حطش بتاعي في خطر ان هو ممكن يعني يبقى فيه اير بابلز ونتيجة بتاع اير بابلز ده تعدي وتخش جوه البيشت وتسبب له مشكلة ممكن تتوصل ان هو يعني يتبقى يعني فطبعا بعض الحاجات كده لازم اكومينيكات المشكلة مع الطبيب ولازم ان انا اوقف بتاع الجهاز اللي ممكن يسبب مشكلة بالنسبة للمريض نتيجة للفلير اللي حصل ده الحاجة اللي بعد كده ويهف تو فاسيليتيت وورك فلو الناس زيما متخيلة برضو ان انا لو انا عملت الجهاز فيه اوبشنز كثيرة ده حاجة طبعا احسن زي ما كنت بقول بس اكشوري زي ما بقول ما هيش كده النقطة ان برضو لازم نحط في اعتبارنا حاجة مهمة اوي ان دايما الدكاترة بيبقى عندهم وورك فلو معين يعني لو هو بيشتغل في حاجة معينة بيبقى مفروض بيعمل حاجات بخطوات معينة وتعود عليها من سنوات كتير اوي من الشغل فبنسمي الكلام ده الورك فلو بتاع الورك فلو بتاعه دوت لازم ناخده في اعتبارنا واحنا بنصمم الجهاز لازم ان احنا نانتجريت الورك فلو لازم انتجريت الجهاز بتاعنا في الورك فلو بتاع بتاع الطبيب بحيس ان هو ما يعملوش حاجة تبقى يعني مختلف عن اللي هو متعود عليه اولا او تخليه تلخبط في الحاجة اللي هو متعود يعملها دي ثانيا وطبعا يستحسن طبعا نحنا يبقى في عندنا يعني طريقة ما نحنا ناكشن نخلي الاستعمال بتاع الجهاز ده بيخلي الورك فلو ده مور افشينت اوكي يعني لو في حاجة هنغيرها في الورك فلو يبقى هنخلي الدنيا ابسط ما نخليهاش اصعب ما نخليش الدنيا محتاجة خطوة زيادة لان هممكن نقال الخطوة ونسهل على الدكتور اكتر ما ايه اكتر ما ان احنا ان احنا نعمل حاجة تخلي الدنيا تبقى عقب بالنسبة للطبيب الحقيقة المثال اللي هنا دوت ده مثال مثلا حاجة زي كارت كده معمولة علشان بيبقى فيها بيبقى فيها اكسوجين هنا بيبقى فيها محلول ملح متعلق دي معمولة عشان تبقى بحيس انها لو شدتها في اي اتجاه وزي ما احنا شايفينها فيها عجلة كبيرة هنا وعجلة زيادة عشان يبقى يعني ما شدها ما يحصلهاش لان هنا زي ما احنا عارفين الامبوت اكسوجين بتبقى تقيلة شوية زيادة فنقطة ان احنا عملينها بالشكل ده كده علشان الدكتور على طول ممكن ياخدها بسرعة ويحطها في مكان ويبتدي يشتعل على طول لو في عنده امرجنسي كيس مثلا بدل ما انا كنت يعني في الورك فلو مثلا بيبقى عندي لازم اجيب امبوت اكسوجين ولازم اجيب الديفبروليتور ولازم اجيب محلول ملح كل واحدة على الاحبة لا ده ان خليتهم للطبيب ايه كلهم في حتة واحدة كده بحيس ان يسهل عليه الورك فلو بتاعه واحدة برضو من هاي ليبل ديزاين برينسبلز ان احنا ويهف تو اكوميديات اليوزر كاركتوريستيكس ان كيبابيليتز يعني ايه الكلام ده احنا جهاز الطبي بتاعنا ده مش بيستعمله واحد بشكل معين بمواصفات معينة احنا عارفينها لأ ده ممكن من اطفال صغيرين لغاية ناس كبار في السن وممكن يبقوا رجال وسيدات ويعني وناس ممكن يكونوا قادرين وناس ممكن يكونوا ديسقابل فلازم ان احنا هنبقى واخدين حاجات كتير قوي في اعتبارنا واحدة منصمم الجهاز الطبي فاول حاجة هناخدها في الجزء دوت في اعتبارنا دو ناط اكسباكت يوزرز تو بيكم ماسترز يعني ايه كلام ده يعني انا ما توقعشي ان اليوزر بتاعي هيقعد يزاكر المانيول بتاعي او اليوزر اللي هو الانستروكشن ماانيول بتاعي كله ويبقى حافز كل حاجة فيه بالزبط وعارف كل الزرار بيعمل ايه بالزبط ده اكشور عمر ده ما هيحصل لحتى الدكاترة والممرضين ما عندهمش وقت اكشور عشان يعودوا يعملوا البروسيس دي والترينينج برضو هو بياخد الحاجة اللي هو عاوزها من الترينينج بتاع الماكانة بالزبط ويبقى باقية الحاجات التانية مستلاك ما بقاش عارف هي بتعمل ايه فالنقطة يعني يستحسن ان احنا في الحاجات اللي هي يعني مش لايكل ان اليوزر يستعملها على طول او بتستعمل بشكل اقل لازم تبقى موجودة بشكل intuitive على الماكانة ولازم يبقى سهل ان هو لو هو جاه في وقت محتاج ان هو يستعمل حاجة ما استعملاش قبل كده على الجهاز لازم يبقى عنده guidance من الجهاز عشان ازاي يعمل حاجة زي كده لازم الحاجة دي تبقى intuitive يعني حاجة بالlogic كده يقدر ان هو يجيبها وحاجة ما يبقى شكلها غريب او ما يبقاش محتاجة يعني طريقة مؤقدة عشان يوصل الى حاجة اللي هو ما عملهاش قبل كده دي بحيث ان هو يبقى في الاحوال اللي هي فيها emergency ومحتاج يستعمل الحاجة دي يقدر ان هو يستعملها من غير ما يبقى فيه مشكلة. الحاجة برضو المهمة جدا ونتكلم عليها محاضرة كاملة للحياة المحاضرة اللي جاية expect use errors. يعني ايه? يعني لقتي لو احنا عاملين user interface مش بيأسيوم او يعني بيأسيوم ان المستعمل بتاع الجهاز ده هيشتغل كل حاجة بيرفكتلي. يعني مثلا وانا بعمل دواء معين مثلا في متر دواء مثلا. لو انا كتبت الرقم اللي انا مفروض احطه وهي الدواء اللي انا مفروض احطها. لو فرضا كتبت رقم غلط. يعني بدل مكتب مثلا ستة كتبت تسعة مثلا. هل يعني الجهاز بتاعي مش هيسمح ان انا غير? لا ده لازم نسمح ان انا غير. لو انا تخيلت ان عندي مثلا موبايل. موبايل تليفون عادي موبايل. والموبايل ده اليوزر انتفيز بتاعه لو انا عملت غلطة لازم امشي بسكة طويلة اوى عشان ارجع صلح الغلطة دي. هل ده يبقى حاجة كويسة? اكيد كلنا مش هنقبل حاجة زي كده. طبعا لازم نتبقى اخدين بالنا من حاجة مهمة جدا. ان فيه اختلافات كبيرة اوى بين اليوزرز وبعض. يعني حكاية ان انا يعني اسيوم مثلا في عندي واحد متمرن على المكنة بيستعملها. لا دي مش لايك لان هي تكون موجودة في كل الاجهزة. يعني هممكن مثلا اتخيل مثلا التابل اللي عندنا هنا دوت. هنتخيل المقارنة بين نيرس وبين فيزيشن وبين بيوميديك الانجينير. وتخيل التسكات اللي هم ممكن انا اقارن بينهم فيها. تلات حاجات. لو انا همتكلم على يعني انا لقتي بعمل يعني بعمل عندي مثلا. وعايز اعرف انا عملت اللي حقنا لقد ايه. او كمية اللي حقنتها لقد ايه. او ممكن انا هعمل حاجة اسمها سيت اوب ابيجي باك انفوشن. يعني بحط مثلا حاجة دواء بتحط مع الحاجة الاساسية اللي بتبقى بتتحقن في الجسم. او بغير البطارية بتاعت الجهاز. هلاقي هنا مثلا النيرس هتلاقيها يعني في الجزء بتاع 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 الاي في. في حين الفيزيشن والبيوميديك الانجينير دي يعني نص نص كده عارفنا كده بالشبه. اوكي. لو انا بتكلم على السيتينج بيجي باك انفوشن. هتلاقي غالبا الموردة ما بتعملهاش كتير. فتلاقي نعرفها نص نص وغالبا الفيزيشن والبيوميديك الانجين ما اعرفهاش. يعني يعني ما اعملهاش قبل كده. يعني ما شافهاش قبل كده. فتبقى صعب عليهم شوية. لو بتكلم على ان احنا نغير البطارية. طبعا البطاريات بتاعت الاجهزة الطبية بقى اللي هي موجودة في السايت. ما تبقاش سهلة زي مثلا الحاجات اللي هي الكونسيومر الالكترونيكس. فبنلاقي ان النيرس والفيزيشن الاتنين الحقيقة ما عارفوش عنها كتير. ما يداروش انهم يغيروها. في حين بيوميديك الانجينير هو اللي يقدر عملها قوي. فناخد في اعتبار ان احنا اكشوالي كل واحد من دول بيتعامل مع الجهاز من باكراون مختلفة. فيعني باسيكلي لازم يبقى فيه عندي يوس ايروز. و باسيكلي لازم يبقى عندي قدرة ان انا اكراكت الوز ايروز. لو انا غلطت ممكن انا اخد بالي من الخطأ دوت. او الجهاز نفسه يبقى عنده مثلا مجموعة من الرولز مثلا او مجموعة من الجايد لاينز. مفروض ان انا اكون حاطط حدود للنبوتس اللي انا باخدها من البيشنت او باخدها من الطبيب. بحيس ان انا لو انا تخطيت الحدود دي باي شكل من الاشكال. الجهاز نفسه ياخد بال انه فيه خطأ ويددي وورنينج او يدي مسلا ايروز بالنسبة للمستعمل بتاع الجهاز ده بحيس انه ويبقى حتى لو برضو بستعمل الجهاز ده هو عمل خطأ وعايز يرجع فيه تاني يبقى عنده القدرة ان هو يقدر يعمل الكلام ده من غير ما يلف في لفة كبيرة او ان هو ياخد وقت طويل ان هو يعمل كده لان حاجة زي كده تبقى خطيرة جدا لو حصلت في وقت يبقى فيه مثلا ازمة او في حد عنده يعني موجودة او حاجة زي كده لازم يبقى فيه عنده القدرة ان انا اغير الخطأ ده بشكل سريع بحيس ان انا ما يحصليش اي دامج او ما يحصليش اي هارم بالنسبة للبيشن الحاجة التانية we have to accommodate diverse users يعني جهاز بتاعي اي جهاز طبي في الدنيا عمتا او بتكلم مسلا على جهاز بتاع اياس السكر مسلا جهاز اياس السكر ده ده لما بنشتريه محدش بيشتري جهاز اياس السكر لطفل او جهاز اياس سكر شاب او جهاز اياس سكر الراجل كبير او لما بتكلم مسلا على حاجة زي النيبيلايزر اللي زي كده ده حاجة جهاز بيبقى يديني مسلا زي بخاخة كده بقدر بيها ان انا اخد بعض الادوية مسلا تستعمل في تفتيح الالفيلاي اللي موجودة في اللانجز فالحاجات اللي زي كده الحقيقة لما حد بيشتريها يعني عادة ما بيبقاش فيه يعني ممكن جهاز نفسه يستعمل للناس بباكراونز مختلفة وممكن الناس دي تبقى فعليا ما هياش مثلا بتشوف كويس مثلا ممكن بعض منهم يبقى عنده مثلا صعوبة ان هو يعني يبقى مثلا يعني عشان يفهم يوزر انترافيس معقد يبقى بنسبة له تبقى صعبة فعمتا في الاجهزة بتاعتي لازم وانا بصامم الجهاز دوت اتخيل مين اللي ممكن يستعمله وحاولنا بشكل ما يعني اخلي الجهاز بتاعي يقدر ياكموديت الى الحاجات دي يقدر اكموديت اللي بالشكل ده يعني جهاز اياس الضغط مثلا هنلاقي ان لو احنا شفنا جهاز اياس الضغط هنلاقي ان احنا بنحط بس الكف اللي هو الاتوميتد ده بنحط الكف ونضغط على زر الواحد وبيطلعنا في الاخر ارقام اللي هي بتاعت الاياس بتطلع كبيرة كده بتحيس انها تبقى واضحة لحد مثلا سنه كبير او نظر ضعيف او كده يقدر يشوفها برضو نفس الكلام نقدر نقوله الحقيقة في related topic اللي هو maximization بتاع accessibility accessibility معناه ان احنا نخلي الجهاز بتاعنا accessible للمعاقين يعني دي ممكن تتعامل الحقيقة زي ما في حاجة كتير بتاعت تبقى موجودة في الدنيا ان مثلا ممكن في مداخل المباني مثلا بيبقى فيه رامب كده عشان لو فيه حد على عربية اللي هو بتاعت المعاقين او فيه مثلا بعض البرامج مثلا بقت دلوقتي تطلع بتاحها في شكل صوت مثلا عشان ناس المعاقين بصريا او في حاجة كتير بتاعت تبقى موجودة دلوقتي بحيس ان هي تسهل على المعاقن هو يستعمل الحاجات اللي هي الموجودة فنفس الكلام الحقيق برضو ممكن يبقى موجود في الاجهزة التوبية ان احنا مثلا ممكن يبقى فيه جهاز سكر مثلا عشان يعني ممكن هو بدلا ما يدي بتاعته في شكل اراية على ديس بلاي لا ده ممكن يطلعها بشكل صوت يعني يطلعها بشكل اراية مقروعة او ممكن مثلا بعض الحاجات التانية تبقى برضو يعني بيتتاخد في اعتبار فيها ان القوة البدنية مثلا اللي محتاجها اليوزر ده تبقى حاجة بسيطة بحيس ان هو ما يبقاش فيه مشكلة ان هو ايه ان هو يستعمل الجهاز ده اوز يبقى فيه حاجة بسيطة كده بحيس ان هو يعني استعمال نفسه يعني مش محتاج اليوزر ده يبقى فت او يبقى مثلا في حالة بدنية يعني ايه وان لا ده ممكن يبقى عنده مشكلة فيزيكلي ويقدر برضو استعمل الجهاز الحاجة اللي بعد كده الحقيقة برضو احنا بنتكلم بقى على ان احنا مثلا نتخيل موقف زي كده ده عبارة عن ده واحد من البراميدكس اللي هو الناس اللي بيشتغلوا فيه عربية اسعاف ده المريض جوه عربية اسعاف هو بيشتغل دلوقتي في على جهاز اوكي جوه عربية الاسعاف هو نفسه لابس جوانتي زي ما احنا شايفين كده جوانتي ده ممكن هو يعوق شوية وسعب بيبقى هو نفسه لابس جير لابس بعض الملابس اللي هي مخصوصة عشان يقدر يخش بيها مسلا جوه اماكن وعشان ما يحصلش اي تلوز بالنسباله او حاجات زي كده فطبعا لما انا بعمل يوزر انترفيس مسلا على توتش سكرين ولا حاجة ساعات الجوانتي ده ممكن هو يعوقه الحقيقى ان هو يتصرف بالطريقة الطبيعة بتاعته وفي الوقت نفسه لازم نفكر برضو ان هو ده قاعد في عربية اسعاف عربية اسعاف دي بتتحرك بتعمل صوت وفيه دوشة اصلا برا والمريض ممكن يكون بيتأوه ممكن يبقى في جنبه مثلا حد تاني بيعمل حاجة للمريض فبقى فيه ديستركشنز كتير حوالين المستعمل بتاع الجهاز الطبي دوت فلازم اخد في اعتباري كويس قوي ان انا اليوزر دوت ما هواش ديديكيتد للجهاز ده ما هواش قاعد في قوضة مقفولة في مكتب مقفول ودنيا هادية وبيستعمل الجهاز لا ده الدنيا حوالي دوشة جدا وفيه هكتك انفارمنت يعني دنيا ملخبطة اخر لخبطة في دوشة في اه ستريسز وفي ناس بتزعق في ناس بتتسرخ في ناس بتتألم يعني في دوشة الجامدة جدا حوالين اللي بيستعمل الجهاز ده فلازم التصميم بتاع الجهاز نفسه ياخد الكلام ده في الاعتبار ما ينفعش ان انا ابقى متخيل ان اليوزر ده هيبقى مركز قوي لازم ابقى انا متابع معاه في كل وقت ولازم ان انا اوضح كل حاجة في كل خطوة بطريقة واضحة بحيس ان اليوزر ما يبقاش في عنده فرصة ان هو يعمل خطأ او ان هو يبقى دايما لما يبص على الجهاز يقدر على طول يعرف ومفروض يعمل ايه في وسط كل اللي تقنطى اليوزر حوالي ده. الHaileyiley�� design principle بعد كده هو Accomodate user's need and preferences ممكن اكلم عليها دي في دوق مسلا امتعت بشيات دول, اول حاجة هي prioritized user inputs يعني احط اولويات للإيمدت اللي جالي من اليوزر. انا انا قلت قبل كده ان مهم ان انا اخد فيدباك من اليوزر وانا بيصمم الجهاز بتاعي بس مهم جدا اكتر من كده كمان ان انا بجي بس اخد الفيدباك ده زي ما هو كده واحطه على طول كا ديزاين سبيسيفيكيشنز لا ده لازم اشوف ايه المهم فيه و ايه اللي مش مهم لان فيه اطباق كتيرة جدا بيبقى عندهم مثلا حاجات خاصة جدا عايزين يعملوها ما بتبقاش لها اكشوري بوبيولارتي يعني ممكن لو احنا جبنا عدد من الاطباق ممكن تلاقي مثلا لو احنا اجبنا ميت طبيب مسلا ممكن لقي خمسين فكرة والخمسين فكرة دول ممكن ما يكونش متقبل ومكتب من واحد يعني كل واحد بيبقى شايف الحاجة بشكل مختلف فلازم انا ابص من من وجد نظر واسعة شوية واشوف الانبوت ده ده ممكن فعلا يبقى له فايدة ولا مالوش فايدة واخط الى الحاجات الاهم فالاهم قبل ما اخد الانبوت ده على طول كده في الايه في التصميم بتاعي والحاجة التانية الحقيقة ان انا برضو لما بتكلم على اللي انا باخد فيدباك من اليوزرز ما بتكلمش ان اخد فيدباك مثلا من احسن دكتور في المجال الفلاني ده مش صح اكشول يعني لان احسن دكتور او الفوت ليدرز اللي هما اللي ايه بقى اللي هما بيوجهوا الرأي العام يعني في الطب مثلا في المجال بتاع الجهاز دوت ده بيبقى بيبص بوجه نظر يعني ايه عاوز شخص مثلا الواحد في المية في المية من الحالات اللي هي ما حدش واعرف شخصها فبيبقى بيبص بوجه نظر محددة وعايز يعمل حاجة صوفيستيكيتد عايز يعمل حاجة بتادرس يعني بروبلم يعني ما هياش بمنتشرة كتير غير الاطباء اللي هما شغالين بقى في تسعة وتسين في المية من الحالات اوكي فلازم ناخد وايد سبكترم من اليوزرز والوايد سبكترم اليوزرز ده ممكن نتكلم عليه انه هو ممكن يكون فيه اطباق من ديفرنت رانكس يعني اطباق جامعيين واطباق بتوع مستشفات حكومية واطباق بتوع مستشفات خاصة وفيه اهيه التمريد وفيه مثلا التكنيشن بتوع المستشفى اللي بيشغلوا الاجهزة ببع الوايد سبكترم من اليوزرز لازم كلهم الحقيقة تحطوا في الاعتبار مش بس الثوت ليدرز مش بس الناس اللي هما احسن دكتور مسلا او اكبر بروفاسور في المجال اللي هو بتاع الجهاز اللي انا بعمله تصميم ده برضو حاجة مهمة جدا ان احنا ويهف تو لاتيوزرز ست بيس يعني الناس الحقيقة بتكره ان الجهاز هو اللي بيقود الدكتور الدكتور دايما بيحب ان هو يبقى يشتغل على الجهاز هو اللي يقول الجهاز يعمل ايه مش العكس فمعنى كده ان ما ينفعش مثلا ان انا الجهاز بتاعي دوت يبقى يقول لي مثلا دخلي كزا وبعد كده يستنى هو شوية وبعد كده يدخلي كزا تاني وبعد كده شوية دخلي كزا تاني يعني لازم الدكتور هو اللي يقول الجهاز بتاعه اعمل كزا امتى ولازم يبقى according to the pace of the user يعني نفسه يعني مثلا بكلم مثلا على نوع من انواع ال communication بين الجهاز والدكتور لو فيه مثلا النتائج بتاعت التشخيص مثلا بتطلع على الجهاز لفترة معينة لو لو النتيجة دي طلعت واختافت بعد فترة قسيارة Οكي. يبقى فيه مشكلة طبعا دانا في بعض النياس لو انا قلت لان الحاجة دي ممكن فتطلع فترة محددة على الشاشة في بعض الناس ممكن تعتقد ان الفترة دي قسيارة فيه ناس ممكن تعتقد الفترة دي طويلة وقليل جدابدأ ليالممكن يقول الفترة دي معقولة فكده يعني احنا كده خلينا ان معظم الناس اللي يبقوش مبسوطين من الحاجة دي فلازم ان الحاجة اللي تطلع مسلا على شاشة في الكمبيوترات بتاع الاسسنشل انفوميشن اللي يبقى معتمد على اليوزر نقول خلاص انا شفت الحاجة دي ويشيلها مثلا او ان هو يبقى يعني هو اللي يقول للجهاز خلاص بقى نموف اون نعمل كذا بعد كده فلازم الجهاز يبقى بيشتغل بالبيس او بالريد بتاع الشغل بتاع الدكتور مش العكس مش الدكتور اللي بشتغل بالريد بتاع الشغل بتاع الجهاز اللي بعد كده هو we have to establish realistic expectations of users يعني ما ينفعشي ان انا ابعندي ideal expectation لليوزر او ما عندي مثلا ideal user كده في اعتباري وببني على اساسه كل حاجة في ال ايه في الديزاين بتاع المكان بتاعتي يعني معناه ان احنا we have to not rely on training يعني ما اعتبرش ان الترينيق ده هيطلع لي perfect users ده عمره ما بيحصل الترينيق زي ما انا قلت قبل كده ان هو الطبيب او اللي هي التمريد بيبصوا على الحاجة الاساسية اللي هم متعودين يعملوها ويشوفوا التعمل ازاي و that's it ما بيبصش لأي حاجة تانية خالص فباسيكلي لو انا جيت بعد كده في ال actual work environment لقيت ان في عندي حاجة محتاج ان انا استعمل feature في الجهاز هو ما هتمش بها في الترينيق هتبقى مشكلة فما ينفعش ان اقول خلاص ان الترينيق ده هيديله كل حاجة و متوقع ان هو هيركز في الترينيق بحيس ان هو يفهم كل حاجة نفس الكلام برضو do not rely on instructions for use يعني ما اقدرش اقول مثلا ان انا استعمال الجهاز ده عشان اتاكد ان هو سليم هحط كل حاجة في ال instructions for use بحيس لما الدكتور يقراه يقدر يفهم بيشتغل ازاي او اكد لكم ان في كل اجهزة اللي في معظم المستشفات والعيادات والحاجات دي كلها ال instructions for use دي غالبا بتضيع يعني فترة اصارة جدا بعد مجهاز بيركب او ممكن مثلا بعض الناس مثلا يبقى الطبيب اللي كان موجود ساعة المسترم الجهاز يبقى هو اللي معاه ال instructions for use ده ويجي بعد كده يمشي واحد تان يجي مكانه فالناس ما تبقاش عارفة ده موجود فين فالحقيقة الاعتماد على ان في عندنا instructions for use موجودة manual بتاع instructions for use او operation manual بتاع الجهاز بتاعنا وان مستعمل الجهاز بتاعنا دوت اليوزر بتاعنا دوت هيبقى عنده access ليه ده ما هوش instruction صحيح الحقيق برضو do not rely on warnings يعني لو انا اعتبرت ان انا دلوقتي الجهاز بتاعي كل ما يحصل مشكلة هدي انا warning لليوزر بحيث ان هو ياخد باله الحقيقة ال warnings دي بتبقى ساعات very annoying بالنسبة لليوزر كل ما اعمل حاجه يطلع لي message كده ان انا الحاجه دي غلط لو انا غلطت في كلمه في حرف وانا بكتب يقول لي دي غلط يعني يطلع لي مثلا كل ديه مثلا warning غالبا دي بتبقى very annoying بالنسبة لليوزر انه بقى very wise strategy بالنسبة للإيه بالنسبة لليوزر غالبا لو انا عارف ان فيه مشكلة معينة ممكن تحصل لازم اعمل لها safeguards مسمحش انها تحصل من الاساس وخلي warning دي اخر خطوة خالص يعني تبقى اخر line of defense بالنسبة للإيه لما يكونش عندي اي حاجة تاني يقدر عملها خالص اوكي يعني ما ينفعش ان انا اعتمد عليها تبقى هي main strategy بتاعتي او هي first response بتاعي لما يحصل مشكلة برضو do not rely on users memory طبعا ممكن احنا نقولها بحاجة مثلا ما يقدر عاية ممكن , هادي الجهاز يعملون على استعمال الخطوة ممكن في اسناء التخيطة لالطبيب ممكن يكون العايش فيها او حسب الجهاز مخطوط في Linked ès او اجي dassel pet ared هنلاقي ان احنا عندنا ان هو اليوزر ده ممكن يكون بيشتغل في الخطوة التانية اوكي وجاله ديستراكشن يعني جاله حاجة خلاته يبقى مشتت مسلا بيبص الحاجة تانية وبعدك يرجع تانية عشان يكمل لازم ان انا ما اعتمدش ان يوزر يبقى فاكر هو كان فين ممكن يكون ناسي فعلا فلازم انا يبقى عندي طريقة ان انا وهو بيشتغل لازم يبقى هو عارف هو فين بالزبط وعارف مفوض يروح فين وعارف يبقى جاي منين او عارف ان هو دخل قبل كده انبوتس عامل ازاي لازم اليوزر انترافيس عموما ما اعتمدش ان اليوزر ده زي ما كنت بقول كده قاعد موروش غير الجهاز ده وبيحط كل حاجة غير بعضيها كده ما عندوش اي حاجة في النص بين الخطوات وبعضيها لا ممكن اعتبر ان في النص ممكن يبقى فيه انترابشن وفي الانترابشن ده ممكن يحصل ان اليوزر دوت يبقى ايه يبقى يلوز تراك فلازم ان انا ادي له يعني بوضوح مكانه فين ومفروض ان الخطوة اللي جاية ايه يعني اقدر بمعنى صحة اساعده بحيث ان هو لو الميموري بتاعته مساعدتوش انا اساعده المكانه تدي له عشان يعرف هو يعمل ايه بالزبط الحاجة التانية نجد ان حافي الانترابات بينما سامج تظهر knowledge information overload بعصان cen هي الجهاز هو بتاعنا ت昨راقص معلومة لا! ما يستحسن ان هو الجهازه بتاعنا render dónde استخدمها إذا كان فردا لكنني كنت اعرف مثلا ة Take overworks وماة key ما ينفعش يتعلق اليوزر تقرير كبير قوي كده وفيه رقم واحد هو الالترافلتريشن اللي هو اللي حصل اديه كميته وحصل اديه دلوقتي لازم الحاجة اللي اليوزر عاوزها تظهر بشكل واضح بقيت الحاجات التانية اللي هي مالية الشاشة دي ممكن انها تبقى دستراكشن بالنسبة لليوزر فيسح سن الانفورميشن اللي انا بديها لليوزر من الجهاز لازم تبقى على الاد اللي هو محتاجه ما حطش معلومات كتيرة زيادة مالهاش لازمة وكل ما خليت معلومات بتاعتي كونسايز وتبقى to the point الحاجة الاساسية تبقى هي اللي موجودة بس ما يبقاش فيه حاجة تانية معاها كل ما خليت الفوكس بتاع الطبيب يبقى يعني موجود ويبقى يعني ما يخرجش عن الحاجة اللي مفروض يشوفها من الديتا اللي انا بحطها له دي الحاجة الاخيرة خالص في الجزء دوت do not assign users tasks that are better suited to the device يعني لو فيه حاجة الجهاز مفروض يعملها ويقدر يعملها ما يعملها ما ينفعش مثلا ان انا يبقى فيه عندي حاجة في يعني محتاجة مثلا repetitive motion مثلا يعني حاجة محتاجة ان انا اعمل حاجة repeatedly اوكي وخلي اليوزر هو يعملها خلي الماكنة هي اللي تعملها الماكنة احسن في الحاجات اللي هي فيها تكرار او مثلا ما خليش ان فيه حاجات فيها calculations اليوزر هو اللي يعملها لا برضو الماكنة هي اللي تعملها يعني لو فرضا مثلا ال volume بتاعها مثلا lesion معينة مفروض ان هي عبارة عن لا equation equation معينة ال equation دي بتبقى مثلا رقم مثلا factor كده point six seven كزا فيه distance x مثلا بيقسم على الصورة distance y اسم على الصورة distance z بيقسم على الصورة مثلا اوكي لو انا خليت اليوزر استيله بس ال x وال y وال z من على الصورة وسبت هو يحسب الحزبة دي يبالهاش معنى المفروض اخليه يحسب x وال y وال z من على الصورة او ياسم من على الصورة وانا احسب له مباشرة الحاجة اللي هو عايز يحسبها دي مالهاش معنى ان انا اخلي اليوزر يبقى معاك الكيلوليتر هو قدام الماكنة اللي تقدر تحسب ففيه حاجات كتير الحقيقة ممكن تبقى بتخلي اليوزر الانترفيس الحقيقة بيبقى صعب جدا ان هي يعني تخلي اليوزر يعمل حاجات يبقى فعلا حاسس ان الماكنة هي اللي مفروض تعملها او تبقى هي بتعملها احسن من اليوزر نفسه ال high level design principle بعد كده هو we have to consider real world demands يعني لازم ناخد في اعتبارنا احتياجات العالم الواقعي اللي حوالينا اول حاجة we have to consider the context of use ال context of use دي معنى ان احنا نستعمل الجهاز ده في انهي environment بالضبط لو بتكلم مثلا على طبيب بالشكل ده كده بيسمع مثلا النبض بتاع مريض احط في فودانو السماعة بتاع السيثوسكوب ومريض ده ومسلا فرضا محطوط على فنتيليتور لو الفنتيليتور ده عايز يدي audible alarm مثلا هل هو دكتور ده هيسمع وخاصة لو هو قاعد مثلا في مكان في noise مثلا لازم يبقى في عندنا وسيلة ناخد في اعتبارنا ان يعني المكان اللي هو بيستعمل فيه جهاز ده عامل ازاي ويعني علشان نقدر ان احنا نبتدي ناخد الكلام ده في اعتبارنا علشان ما يبقاش فيه بعض مثلا الارمس تبقى ما بتتشافش او بعض الحاجات مثلا ممكن يبقى فيها خطأ في الاستعمال تبقى موجودة او حاجة بالشكل ده دي الحاجات دي محتاجة ان احنا نعمل study في الاماكن اللي هو فعلا هستعمل فيها ونشوف فعلا في الواقع الجهاز ده بيستعمل ازاي وعلى اساس كده نبني ال design بتاعنا على هذا الاساس الحاجة اللي بعد كده نجد ان نظر ال worst case scenarios worst case scenarios معناه انها دلوقتي ممكن هتخلق الجهاز بتاعه دوت هيستعمل باسوأ ظروف تحت اسوأ ظروف ازاي يعني مثلا لو فرضا اللي بيستعمل الجهاز دوت عنده وقت محدود عشان يعمل الفنكشناليتي بتاعته هل بيبقى فيه احتمالات اخطاء بتتكرر نتيجة للسرعة او نتيجة للسترس اللي محتوط عليه الدكتور عشان يشغل الجهاز ده بسرعة لازم ناخد الكلام ده برضو في اعتبارنا عشان نحقق الايه الاحتجاجات بتاعت العالم الواقعي اه ان احنا محتاجين برضو نخلي devices بتاعتنا as rugged as necessary rugged يعني متينة اوكي يعني انا بكلم مسلا على الكرسي اللي بعجل اللي هو بنحرك عليه المريض دوت طبعا لو انا بحرك بيه المريض مسلا جوه مستشفى غير لما انا باخده بره وبطرى حرك به مسلا مريضة على سلالب مسلا بالشكل زي ما احنا شايفين كده دي طبعا بتحط مستشفى جمدة جدا على الكرسي نفسه فممكن الكرسي نفسه لو ما كانش متين ممكن اكشفى الفوضع زي كده ممكن يتكسروا وبالتالي يأذي المريض يعني برضو لازم نليمت اليوزر workload نتكلم برضو عن اليوزر بتاعنا عادتا ممكن يبقى حد تعبان جدا يعني حد مثلا من الاطباء اللي واخدين كذا شفت عادتا بتبقى ممكن اتناشر ساعة ولا حاجة وبعض الاطباء بيتطبقوا كذا يوم وربعة فبيجي بعد الوقت الطويل اللي هو شغال فيه دوت لما بيجي يعمل حاجة روتينية او حاجة يعني فيها خطوات كتيرة في تشغيل جهاز معاين عادتا بيتاند ان هو يحاول يلاقي short cuts يحاول يلاقي كده باي باس عشان فيه خطوة معاين بتاخد وقت كده هو مش فاضي بقى او تعبان مش عايز يستنى فبيعمل باي باسنج لبعض الحاجات ممكن يبقى فيها تسبب اخطاء او تسبب مشاكل للمريض فمفروض مهمة الديزاينر الطبيب يساعد بيها الجهاز ويحاول يلاقي طره بحيث ان هو يبسط الطريقة بتاعت استعمال الجهاز بحيث الطبيب ما يحتاجش وهو تعبان ان هو يعمل short cuts ممكن تأذن المريض الحاجة الاخيرة We have to consider potential for device migration into other uses or other use environments يعني لو بتكلم على جهاز ان هو اشتغل في مستشفى هل لو انا خدته حطيته في منزل او حطيته مثلا في عيادة جوه في مصنع هل هيبقى فيه اختلاف يعني ان انا قالت الجهاز في environment ثانية هل هيبقى فيه اختلاف في ال performance دي حاجة مهمة جدا الحقيقة ولازم لو هو فيه خطورة مثلا ان احنا يعني الجهازة مبقاش في المستشفى لازم يكتب ووضوح انها مستعملش في المستشفى ولو كان فيه احنا شايفين ان فيه يعني ممكن يستعمل في اماكن اخرى يبقى احنا يبقى عاملين حسابنا في الاماكن الاخرى دي الدنيا عاملة ازاي وليبقى عاملين في حسابنا برضو ال safety precautions انها تكون موجودة ولو في حصل فاليالجهاز ده اللي ممكن يبقى يحصل او اللي مفوض ان هو يتعمل بحيث برضو الاستعمال بتاع الجهاز ده يبقى سيف فلازم احطين في اعتبارنا ان الجهاز اللي احنا بنصممه دوت احنا بنصممه عشان مستشفى بس اكشوالية ممكن هو يتحط في مكان غير المكان اللي احنا انتند ان هو يبقى موجود فيه من الاول فلازم احنا ننفستيجات الموضوع ده اكتر شوية وناخد الكلام ده في اعتبار بعد كده الحاجة برضو مهمة جدا development of compatible designs يعني ايه compatible designs يعني حاجة تكون compatible مع ال users حاجة تكون ال users متعود عليها لو انا دلوقتي جبت مثلا فرضا جبت مثلا تلفزيون كويس كلنا متعودين في التلفزيون احنا عندنا قنوات قنوات دي بيقى لها ارقام لو انا جيت مثلا قلت لا انا مش هخلي القنوات بتاعتي بارقام هخليها بحروف اوكي يعني هخلي القنوات الف به ته سه جمحة وهكذا او a b c d وهكذا بدل ارقام هل الكلام ده هيبقى بالنسبة لنا عملي هل الكلام ده الناس هتقبلوا لا يعني تضح فعلا ان الناس بتبقى متعودة على حاجات محددة وبيبقى عندها حاجة بنسميها كده يعني صورة ذهنية او نموذج ذهني كده للاستعمال بتاع اجهزة معينة ولازم نحنا اكموديت الموديل دوت علشان نخلي الجهاز بتاعنا ده ناجح بالنسبة لليوزرز اوكي فالمنتل موديل دي مثلا انا بتكلم ان انا مثلا فرضا الجهاز بتاعي دوت لو فرضا يعني ان انا مثلا عاوز ان انا اعلي مثلا الفوليوم بتاع حاجة اعلي الفوليوم بتاع حاجة احنا كلها متعودين اعلي الفوليوم بنحرك النوب مثلا معينة بنحركها لو عايز اعلي الفوليوم بحرك النوب دي ده الحاجة اللي احنا شفناها في حاجات كتيرة واذا احنا بنبص على اي حاجة من الكونسيومر الالكترونيكس صعب جدا نلاقي حاجة غير كده فما ينفعش مثلا ان انا اجي في جهاز طبي وخلي مثلا ان انا عشان علي فاليوم معينة لازم احرك النوب بتاعي ده وعشان اخليها تقل يبقى حركه ده كده يبقى بيعاكس المنتل موديل الموجود عند اليوزر وبالتالي بيخلي فيه مشاكل في الاستعمال او بيسيكي اليوزر ما بقاش متقبل الجهاز ده او يبقى فيه مشكلة ان ممكن يحصل منه اخطاء او ياخد بضوط اطول في الاستعمال عن اللي مفروض يحصل في العادي والحاجة التانية ان احنا يعني وشود استابلش ناشترول او كونفنشنال مابينج يعني لو فرضا فيه عندي جهاز مثلا ممكن يبقى بلايد على كذا مكان بيسيكي لو انا حطيتها بالشكل ده كده لو انا حطيت الاسامي بس وخلاص كده ممكن تبقى منخبطها بالنسبة لليوزر لو انا حطيت بس الاسامي كده وخلاص انما لو ربطتها بشكل مثلا اناتومي بالشكل ده كده دي بالنسبة لها تبقى فعلا شكلها عامل جدا يعني مثلا انا عايز اعمل مثلا تشاست هشوف تشاست فين وهو رايح هتود ضغط على الزرار ده مثلا في يوزر انترفيس لو انا بتكلم على الابدومن هشوف الابدومن فين واروح اضغط على الزرار بتاع الابدومن الموجود عندي هنا لو انا حاطيت الزراير دي كلها ورا بعض كده بساميها بكل حاجة زي ما هي كده بالضبط بالنسبة لليوزر هتبقى معاقدة اكتر بكتير جدا لما انا بعمل بالشكل ده يعني احط حاجة يوزر متعرفة يعني عارفينها كويس ومنها اعمل مابنج بقى للزرار بتاعتي دي بتسهل علي كتير جدا علشان بتخلي فيه ناتشرال مابنج موجود او فيه تعود من الناس او سهولة في ان احنا نلاقي ايه الحاجة اللي احنا عايزين وصلها بشكل بشكل سريع الحاجة اللي بعد كده اللي هي برضو related we have to follow industry conventions and consensus standards يعني لو احنا عندنا مثلا جهاز معين جهاز الالتراساود مثلا فيه عندنا زرار اسمه فريز اوكي زرار اسمه فريز ده وقت هنلاقي كل مكان الالتراساود فيه زرار ده وقت ده من سميهه industry convention او consensus standards يعني حاجة الناس متعرفة عليها اعملت مرة وخلاص كل الناس بعد كده بتعملها بنفس الشكل لو انا جيت مثلا في جهاز مثلا انا شايف والله كلمة فريز دي مش منطقية قلت والله لا انا اقول مثلا 이번에 اكتبة بقية bees اوكي لو انا عميتها بدها كده اوكي الناس مش هتعرف الزرار بتاع بقية SD بين اوكا اوكي يعني زرار بتاع بقية الدينة او يعني ابدن يشغل الجهاز وبعد كده مزهط عليه تاني يوقف الصورة واخيه ويخلي الصورة ثابه ادام اوكي فلو انا خليتها باسم تاني ده خارج الاندوستري كونفنشنس خارج الكونسنس ستاندرز يبقى معنى كده اليوزرز هتلخبطوا فيها مش هيبعارفين شغالوا الجهاز اصلا في حاجات تانية كتير بنفس الشكل كده وممكن احنا برضه نقول المثال بتاع مثلا الفوليوم نوب مثلا احنا يعني حركته مثلا احنا بلاس مثلا بيبقى كلوك وايز ومائنس يبقى انتي كلوك وايز فدي برضه واحدة من الحاجات اللي هستعرفت عليه لو انا عملتها بالعكس في الجهاز بتاعي بالتأكيد هيبقى فيه هتبقى فيه بالنسبة للاستعمال بتاعه اخر حاجة نتكلم فيها هي لازم نحن نحن نميك بطريقة بطريقة ممكن نتسبب يعني الجهاز بتاعنا ده ما ينفعش انه لو حصل فيه يبقى خلاص يبقى هو يعني يفعل كده بطريقة ممكن نتسبب خطر على الايام بتاعنا فباسيك الارور طوليران دي معناها لو حصل فيه ايرور يقدر استلهب عنده القدرة ان يرسبوند للأيرور دوت او يحاول يعالج الارور دوت او يكومينيكات افكتفلي الارور اللي حصل ده عشان اليوزر يبقى اوير باللي حصل ده ويقدر انه هو يتصرف في الحاجة اللي حصلت ولو حصل فيلير وطبعا حاجة ممكن تحصل لأي جهاز لازم يفعل انه سيف مانر ما ينفعش ان يحصل فيلير والعيال يموت مثلا او يحصل فيلير والطبيب مثلا يتأذي او يحصل له مشكلة او يحصل فيلير والمستشفى مثلا يحصل فيها مثلا او يعني ماس كهرباء مثلا اوكي فيعني لازم الفيلير دوت لما بكلم انها سيف مانر معناها بكلم سيفتي بالنسبة للمريض سيفتي بالنسبة للدكتور او الهيئة التمريض اللي معاه سيفتي بالنسبة للانفورمين بتاعت المستشفى او الانفورمينت اللي حوالين الجهاز فيعني الكلام ده كله طبعا بيبقى في التصميم لازم ناخده في اعتبارنا والمثال على كده مثلا لو انا عندي الجزء اللي كنت كلمت عليه اللي هو مثلا بتاع الير بابل ديتكتور الموجود في هيمو دياليسيس لو بيحصل فاليور للسنسور دوت بيحصل الفيناس كلامب بيقفل الدايرة بتاعت اللي هي البلاد سيركت بحيس ان مايرجعش الدم للبيشن وماحصلش مشكلة بيدي ألارب مفروض الجهاز علشان الدكتور ييجي ويقدر ان هو يعالج الموضوع اللي حصل دوت ويرجع الدم بتاع البيشن بطريقة سيف مايبقاش فيه اي لصز للبيشن في الحالة دي فطبعا دي حالة مثلا على ان ده بيفيل انها سيف مانر سيف مانر تاني معناها ان المريب بتاعي مايحصلوش ازا الطبيب بتاعي مايحصلوش ازا الانفارم بتاعت المستشفى مايحصلهاش دامج او مايحصلهاش هارد الحاجة التانية يعني ماينفعش ان انا الجهاز بتاعي مثلا يبقى بيشتغل مثلا بحاجة زي مانفالة كده حاجة الدكتور لازم يشتغل فيها فيزيكلي كده عشان يقدر يشغل الجهاز لازم مثلا الجهاز ده يبقى بيشتغل بقى اقل فيزيكال ستريم ممكن لو في اي حاجة محتاجة بخلي جزء من الجهاز ده واتيعملها مش للطبيب يعني علشان يبقى في الاخر الاستعمال بتاع الجهاز ده بيسبب اقل قدر ممكن من الاجهات للطبيب واحدة من الحاجات اللي ممكن نشوفها كمثال على كده اكيدة التاتل الالترا ساوند البروب بتاع الالترا ساوند ده بيبقى عادة حجمه كبير وممكن ان هو يعمل حاجة اسمها كاربل تانل سندروم بالنسبة للطبيب بحيس ان ده بعد كده ماداش ان هو يستعملها بشكل مظبوط يعني فيه اطباق كثيرة في دول كثيرة الحقيقة بتريتاير جاست ان هما جالهم المرض ده فده طبعا من الحاجات اللي مهمة اللي انا اعملها ان انا اخلي حجم البروب بتاعي صغير يعني اخلي الفوليوم بتاعه مش الفوليوم اللي هو الوزن بتاعه يبقى اصغر ما يمكن اخلي الكابل بتاع البروب ده تيبقى برضو خفيف ما بقاش تقيل وعشان احاول اخلي الايه الفيزيكال سترين اللي على الطبيب ده يبقى اقل ما يمكن ممكن احنا برضو نعمل نساعد اليوزرز انتسيبيت فيوتر افنس يعني لو انا بقى عمل حاجة معينة الجهاز بيعمل خطوة معينة الجهاز يقول له خطوة اللي جاية ايه يعني في الايه مداليس مثلا لو احنا دلوقتي بنعمل مثلا بنعمل برايمينج مثلا يبقى هو عارف ان الخطوة بتاع البرائمينج دي هتبقى كزا او مفروض ان هو يحضر كزا عشان خطوة اللي بعد كده يعني لما بص على اليوزر انترفيس مفروض ان انا اعرف انا فين دلوقتي واعرف انا رايح فين بعد كده علشان ابقى باسيكلي يعني يعني عارف تماما او اعرف تماما بالمكان اللي انا فيه وعارف الجهاز بيشتغل ازاي بالظبط في الايه في الوقت اللي انا ببص فيه على اليوزر انترفيس لازم اكونفيرم امبورتنت اكشن زياني يبقى فيه عندي حاجة زي اللي بتشوفها في الويندوز كده ان انا مثلا لو انا بقى عمل حاجة معينة هيكسبو اعمل اكسبوجر مثلا لاكس راي ولا حاجة باسيكلي لازم اكونفيرم الاول قبل ما اعملها نتيجة لانه لازم يبقى فيه ليد ابرون مثلا الدكتور لابسه اللي هو عبارة عن يعني حاجة واقية من الرصاصة عبارة عن يعني حاجة زي شيلد كده بيلبسه للطبيب او موردة بحيث ان هو لو فيه اكس راي اكسبوجر لحاجة يمنع الاكس راي بانها توصل للبيشنت توصل للدكتور فدي حاجة مهم ان هو يكون لابسه قبل ما يحصل اكسبوجر فانا بكونفيرم الاكشن ده قبل ما اعمله با فكل الحاجات اللي هي فيها ممكن يحصل فيها مشكله مهم أن اكمفيرم الاكشن ده قبل ما اعمله فانا ب chịوا هيد employed كونفيرم الذهاب ل pilots اميه مايك كريتيكال كنترولية رباست انolyاره يعني لو بتكلم على مسلا على حاجة مسلا زي مسلا ريس tails حاجة مسلا زي مسلا امرجنسي ستوب ده مشاول دا زي ما احنا شايفهه fifth محطوط ديب يعني محطوط مثلا غائر شوية جوه الوزر انترفيس بحيث ان ما فيش اي حاجة كده عارضة تقدر ان هي تدوس عليه فده كده شكل ان انا بجارد الايه بجارد الستوب ده بحيث ان هو مش مداشر استعمله او مستعملوش بطريقة خطأ الا لو انا كنت قاصد فعلا انا بستعمله لو انا بسطيت مثلا على مسال برضو بتاع المريض هلاقي ان في عندنا حاجة اسمها ماجنت كونش يعني في عندي حاجة ممكن لو حصل امرجنسي سيتيواشن مثلا في حاجة فيها خطر على حياة المريض ممكن ان انا اه داون الماجنت ماجنتيك فيلد بحيث مثلا في حاجة فرضا يعني في حاجة فرو ماجنتيك وزنق على المريض يعني مريض جوه والحاجة دي اه ضغط على المريض بشكل جامد جدا ممكن هي تسبب له اه اذا جامد فبطر ان انا انزل ماجنتيك فيلد علشان في الاخر اقدر افك الحاجة دي واقدر اطلع المريض بحيث ان انا يعني امنع الهالي حصل ده ففي الحاجة بتاعت الماجنت كونش دي اكشوالي هلاقي ان الضرار ده اكشن وحطوط جوه علبة والقلبة ديب لها مفتاح يعني مش حاجة كده ان انا قدر انا اعملها في اي وقت لازم ان انا افتح حاجة بمفتاح وبعد كده جواها بيعافيه الزرار ده عشان انا قدر ادوس عليه لان ديه حاجة في المنطقة الخطورة وحاجة مكلفة جدا ان اعملتها بطريق الخطأ يعني ممكن تكلفني مثلا مئة الف دلار ان اعملتها دغطتها بطريق الخطأ ففيه حاجات كده لازم انا امكشور ان الكنترولز بتاعتي روباست وجاردهم يعني معناه ان انا احافز عليهم او اخليهم يبقوا ايه اخلي مثلا بالشكل زي ما احنا شايفين هنا كده دي حاجة مهمة جدا برضو ان انا لما بكون بشتغل بالجهاز ده هو الجهاز ده في كذا مود لازم يبقى فير كلير بالنسبة لي انا بشتغل بانه مود اوكي لان كان في واحدة من القصص اللي هي هنشوفها بعد كده ان كان في بعض الاجهزة بتاعت المونيترز اكتشفوا بعد فترة من تركيبها انها شغالة على الديمو مود اوكي ودي حاجة مضحكة جدا طبعا يعني بتحط على مريض وهي شغالة في الديمو مود يعني مش جاي بقى اي حاجة بقى علاقة بالمريض خالص فلازم يبقى فيه بشكل من الاشكال لما بص على اليوزر انترفيس اعرف ان المود اللي شغال فيه الجهاز ده كذا ودي حاجة في غاية الاهمية حقيقة لازم نيمبلوي ريدونداند كودينج ريدونداند كودينج ده معناها ان انا دلوقتي لما بتكلم على ان انا عايز اطلع رسالة والرسالة دي فيها وورنينج او فيها ارور ميسج الارور ميسج دي ممكن يطلعها بميسج على الشاشة ممكن يطل اللحب مثلا يبقى فيها عندي لاد مثلا بتنوره وتطفي او فيها عندي مثلا الارم مثلا بيعمل ساوند يبقى انا نفس الحاجة هي هي الرسالة نفسها بعدتها بكذا طريقة عملتها ريدونداند كودينج اوكي بحيس ان انا بضامن مية في المية ان انا يعني الحاجة دي يعني ما توصلش او لازم توصل بايه بشكل من الاشكال او مثلا انا بتكلم على مثلا على التركيب بتاع مثلا مثلا الهات بتاعت مثلا جهاز معين لو انا بسيط على الهات دي نفسها لازم يبقى فيه عندي حاجة تقول لي زي دي مفروض تركب في دي اوكي ولازم يبقى فيه عندي كذا حاجة تقول لي مفروض ان دي تبقى موجودة صح ازاي يعني لازم يبقى فيه مش مسلا حاجة واحدة تقول لي ان دي مسلا تبقى لها شكل معين ودي شكل تاني لا ممكن يبقى فيه كذا حاجة مسلا يبقى فيه جايد من برا كده يقول لي مفروض ان انا نحطها باني اتجاه مسلا اوكي بحيس ان انا لو في حد واحدة من الطرق اللي انا ب بيها دي التانية يقدر ان هو يشوفها وفي الاخر يستعملها بطريقة صح الحاجة اللي بعد كده We have to design to prevent user confusion user confusion دي معناها ان انا ما ينفعش ان انا اطلع رسائل اليوزر او اخلي الطريقة اللي بستعمل بيها الجهاز دي تبقى يعني تخلي اليوزر بتاعي confused confused يعني متل اخبط يعني بمعنى ان انا زي ما كنت بقول من شوية user interface لو انا فرضا في عندي خطوات مفروض اعملها وفرضا اليوزر بتاعي في وسط الخطوات دي اطار ان هو يقوم من مكان ويعمل حاجة نتيجة الانترابشن حصله او ديسترابشن حصل في المكان اللي هو فيه ورجع التانية عاوز يكمل لازم عندي القدرة ان انا ايه ان انا اقدر اخلي اليوزر يكمل يكمل الحاجة اللي هو كان بيعملها يعرف هو فين ويعرف هو رايح فين فدي حاجة في غاية الاهمية برضو ان اتخذ في الاعتبار اخر حاجة ودي حاجة برضو ما يعني حاجة مهمة ما فيهاش كلام يعني لا تسرع الجهاز الفضائي يعني شكل الجهاز نفسه الحقيقة مهم يعني لما اجيب شكل الجهاز شكله عبارة عن علبة صفيح مسلا غير لما اعجيب شكله حاجة لطيفة بالشكل ده كده يعني اعجيب شكلها دي زيزاين بتاعها شكله جميل كده والكوضيع نفسها لطيفة اللي ما هده يمسكه كده في ايديه زي مثلا برضو الديفايس دي كده لما اليوزر بيمسكه كده تشعر انها مريحة ودتكيَ للحجم بتاع ايده مضبوطة حاجات دي كلها دي الحقيقة بتخلي الناس تحب الجهاز ده يعني يتستعمله بطريقة سليمة وتبقى مستريحة ويبتتستعمله ويبقى لايكلي ان هي ما تستعملهش بطريقة خطأ فالديبيس ابيل دي يعني الشكل بتاع الجهاز نفسه ويعني قدرته ان هو يجزب يعني يخلي اليوزر بتوعه مستريحين ويجزب يعني انتباههم ويخليهم ان هم فعلا حاسين هم بيتشغلوا بحاجة شكلها حلو وطريقة استعمالها حلوة طبعا دي حاجة ممكن احنا نشوفها في اي حاجة زي الموبايلات مسلا حية يعني ممكن واحد يبقى شايف ان في موبايل معين شكل وطيف بالنسباله ولما بيتستعمل عليه كده يحس ان كل حاجة في مكانها وان مسلا بتاعه فعلا انتويتف كده فبنتكلم على الحاجة اللي بالشكل ده هو بيبقى فعلا لما يستعمل الموبايل ده هو بيستعمله بطريقة مريحة بيبقى عارف كل حاجة فين بيبقى انه يحصل اخطاء منه العكس بقى لو واحد جاب موبايل تاني مثلا ما هواش مثلا اليوزر انتفيس بتاعه شكله معقد شوية تلاقي ان هو دايما قعد بيحاول ان هو في حاجة معينة اساسية مسلا مش عارف يطلعها من على الموبايل لان هو فعليا اليوزر انتفيس بتاعه معقد جدا بنسباله وشكله صعب بنسباله ومش قادن هو يتقبله فهو فعليا ممكن ان هو يعني نتيجة لكده استعماله للجهاز ده يبقى فالحقيقة الديفايس ابيل واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم احنا نعملها علشان انهانس السافتي والافكتيفنس بتاع استعمال الجهاز. الحقيقة فيه كلام كتير يتقال في الجنرال برينسبلز كل الحاجات دي مكتوبة بتفاصيل في الشابتر فول من الريكمماندد ريفرنس والحقيقة في بعض الاسئلة اللي هي الامسي كيو ايجزامز اللي كانت على الطوبيك دوت موجودة على الويب سايت هي كجزء من كورس بتاع الميديكال اكويبمنت فممكن برضو يعني ازا حبيتو تبصوا عليها بحيس ان هو يبقى كمراجع على الجزء دوت ممكن احنا نعملها.